في ظل الغموض الذي تشهده مناطق ريف إدلب وسهل الغاب وما ينتظر الأهالي هناك لأول مرة منذ ثلاثة أشهر شنت الطائرات الحربية الروسية أربع غارات جوية استهدفت خلالها أماكن في المنطقة الواقعة بين بلدة القرقور والمحطة الحرارية بسهل الغاب غربي حما تلك الغارات والتصعيد من قبل روسيا ونظام الأسد على المنطقة ترافقت مع محاولات تقدم على محور رويحة وبينين بجبل الزاوية جميعها باءت بالفشل ومع ارتفاع حدة توتر في مناطق شمال غرب سوريا وازدياد المخاوف من استئناف الهجمات العسكرية أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير بلدات جبل الزاوية الشرقية منطقة عسكرية مطالبة المدنيين بعدم الاقتراب منها هذا الإغلاق تزامن مع رصد فريق منسق الاستجابة حركة نزوح جديدة من قرى الجبل باتجاه المناطق البعيدة عن خطوط التماس وإلى المخيمات الحدودية والعشوائية محاولات تقدم للنظام والغارات المكثفة تطرح كثيرا من التساؤلات حول مصير المنطقة ومستقبل العمليات العسكرية فيها في ظل تعزيزات عسكرية لجميع الأطراف وسط توقعات بأن تكون منطقة جنوب الطريق الدولي إنفور هي مسرح الحرب القادمة